ثلاث احيال هعملوا معكم دلوقتي ثلاث افكار هيطلعوا من العلبة اللي انتوا شايفينها ازاي؟ يلا نشوف مع بعض تابعوا الاخر الفيديو ويشوفوا تعملوا ازاي ازاي اكوا يا احلى متابعين في الدنيا يا رب دايما انتكونوا بخيروا في احسن حال عاملين ايه حبايبي؟ بجد وحشتوني وحشتوني جدا اه بتمنى اكونوا حشتوكوا زي ما انتوا وحشتوني ونشوف الفيديو بتاعنا يتعامل ازاي؟ بجد فيديو ممتع جدا اه عجبني قوي بعد ما خلصت الحاجة اللي انا عملتها يارب بتعجبكم تلات حيال هنعملهم تلات افكار للمطبخ او للقوبود عندك Edgar انا هديك الافكار وانتي شوف هتعمليها ازاي؟ معنا هنا معنا علب بلاستيك ا اها اعمل ليكم منها تلات افكار اول فكرة هعملها منها اول فكرة انا نشوفها هتعمل ازاي؟ طبرا انا قطعت العلبة دي على تلات حسنة اخطت الحتة لمن فوق زي ما انتوا شايفين خطت الحتة لمن فوق وجبت قماشة من عندي اي قماشة انت tumbت انت حبها اعمليها اهو زي ما انتو شايفين انا حاطيت شامع طبعا وهلف القماشة دي لحطة الدايرة اللي هي بتاعة العلبة البلاستيك لير من فوق هقفلها خالص دير نداير كده زي ما انتو شايفين طبعا الفكرة اللي معانا دي اول حيلة اللي انا وراه للكو دي بجدة تعجبكم جدا ومفيدة قوي برضو اسمعي لاخر الفيديو اسمعي لاخر الفيديو فيه شوية تاكات حلوة قوي هتعجبك في الافكار اللي انا هعملها اهو زي ما انتو شايفين اهو انا بقفلها خالص بصوا هنا في الحتة دي انا هقفل بالشامع انت بقى عايزة تخيطيها اه انت اللي انت حابا اعمل ايه بس انا هنا قفلت بالشامع لشان انا بحب انجز يعني الصراحة انا بحب استسهل والله يجمع انجز بسرعة الواحد واقف الصراحة عمال يعمل الفكرة حطوا لايك حطوا لايك بقى الواحد تعب بقى وطلعيني بقى حطوا لايك بنتعب عشان خاطركم عشان خاطر عيونكم يعني حطوا لايك حطوا لايك وساعدونا فيه جمع بصي هنا ممكن انت بقى بتعمليش بالشامع ممكن تخيطيها او ممكن تلي فيها كده وتربطيها كده تأثري ايه الفكرة انا هعملها دي فكرة اللي هي الشنطة شنطة بتاعت مشابك انا عملتها شنطة للمشابك تحطي فيها مشابك بقى تحطي فيها تلمي فيها شربات تلمي فيها اي حاجة المهم شنطة تلملك اي اي حاجة عندك محترة فيها ان اكتشيليها وانا عاملها طويل عايزة تأثريها بقى قصرية براحتك طبعا هنا بجيب شماعة زي ما انتو شايفين وبقصها بفتح فقط حاكية الزوارة خلص شنطة دخل فيها الشماعة بتاعتي سهلة جدا حاجة بسيطة كده ابسط متبسطة مش هتلاقو بسيط اوي بوس انا لميت فيها المشابك اهو عندي مشابك بقى كتير بقى هحطها بقى طبعا هي طويلة شوية محدش يضحك عليها هي طويلة شوية ممكن عادة قصرية قصرية براحتك يعني اللي انت عايزين وطبعا دي الفكرة التانية بتاعتنا ده الجزء التاني اللي هو بتاع العلبة من تحته خالص زي ما انتو شايفين انا قصتها فرحت لها فتحة وباخد المقاس منها من الكارتونة علينا تلت افكار جدة هيعجبوكي جدا تلت افكار ممتعين جدا ومفيدين جدا للبيت اهو زي ما انتو شايفين انا هالزق الكارتونة اللي انا قصتها كل ده هي الدارة مفيش ولا بلاستيكايبان ولا كارتونة ولا اي حاجة من هنا وراح مش هترمي العلبة دي تاني العلبة بتاعت الايس كريم دي او العلبة بتاعت اه اللي هي العلبة الشفة دي ممكن تكوني بيجيبها فيها مسلا غاز لبنات او اي حاجة او احنا بجيبت فيها غاز لبنات للبنات عندي او جبت فيها ماشت جبت فيها بتاع مترمهاش اوiterميها. بجد العلب دي مفيدة جدا وبيطلع منها شوية افكار طحفة. انت لو تابعتيني ويعملك بها شوية افكار ممتعين جدا للبيت. طبعا هنا انا بجيب اي قماشة انت حباها مش لازم القماشة الفرو دي. انا الصراحة القماشة الفرو دي عندي وعجباني جدا. قلت عايز اعمل بيها شوية افكار كده حلوين. انت بقى عندك جنس بقى عندك طرحة قديمة عندك اي حاجة. على فكرة مش لازم القماشة الفرو اللي انا بعمل بيها دي. باي حاجة انت حباها. حتى لو ما عنديكش قماشة خالص شكلها حلو. ممكن اه اللي هو الفوم. الفوم الجليتر جميل جدا. او السادة برضو عادي او. انا بديك الافكار اهو. وانت بقى انت وزوقك اعمل. وانتو ما شاء الله بتعمل احلى مني بكتير. وليه من الفكرة بتاعتي صورها ويبعتها لنا عشان نعرف الافكار بتاتي عجبتك ولا. اهو زي ما انتو شايفين انا بقفل خالص الفرو القماشة دي. مش لازم الفرو على فكرة يا جماعة. ممكن باي حاجة ممكن باللي هو الفوم عادي جدا. ممكن بالاي قماشة انت حباها قماشة جنسة طرحة اي حاجة. اهو زي ما انتو شايفين انا بقفلها كويس وبزبط حاجتي. عشان الحاجة بتاعتي تطلع شكلها جميل متطلعش شكلها. اه في حاجة بايزة منها ولا في حاجة طالعة منها كده من الجنب ولا حاجة. زبطي حاجة كويس اوه عشان تطلعشكلها جميل. اهو زي ما انتم شايفين اهو بقفلها كويس. ننضافي كده وراكي كده عشان ما فيش حاجة ايه آآ تبوز لك الشغل بتاعك. اهو بالزقة كويس. على فكرة القماش اه او اي قماش بيلزق كويس جدا على الكارتون. بيلزق حلوة قوي على فكرة بيلزق ومش برضي يطلع نهائيا. ممكن تعملها باي حاجة. باي قماشة انت حبها. مش لازم القماشة اللي انا عملت بيها. حنا طبعا انا معي زرع زي ما انتم شايفين. وانا هلزقه ايه? هلزقه في الفكرة اللي انتم شايفينها دي. نشوف بقى زرع من الزيت طلع شكلها حلوة قوي وتعجبكو جدا. اه زي ما انتم شايفين انا بوزع الزرع ده بوزعه في الفكرة دي اللي انتم شايفينها. وبلزقه كويس عشان ما يفكش معي. بجد فكرة حلوة قوي. فكرة جبينة جدا متعجبكو قوي اه من علبة علبة بلاستيك طلعنا ترى الافكار بجد حاجة مضيشة جدا. تبعيني اخر الفيديو. الفكرة التالتة طحفة طحفة بجده هتعجبكو قوي. وشكلها شيء جدا. اه زي ما انتم شايفين او انا جبت استرسة هنا اي استرسة انت عمدك بقى حبا او معمدكيش مفيش مشكلة. لو انت مسلا عملتي بالفوم اللي هو الجليتر مش هيحتاج منك اي استرسات على فكرة. طبعا هنا معي المغناطيس انا قلت ان انا حطي مغناطيس هنحطه على التلاجة. ممكن انت برضه متحطيش مغناطيس تحطي دابل فيس. اه دابل فيس بتحطي الزقيع عندك على الحيطة. او برضه لو ما عندكش دابل فيس ممكن تحطي الزقيب شامع عادي جدا يعني هيقول لأ. مش هيقول لأ خالص. بس التلعة حلو زي حطوا لايك بقى. هنا طبعا انا لزقتها على التلاجة زي ما انتم شايفين وانا التلاجة عندي طبعا مغلفها كلها بالاستيكر. وهنا الفكرة التالتة اللي معانا تحفى بجد الفكرة دي جامدة جدا وعجبتني اوي. وشكلها شيك اوي اوي اوي. طبعا هنا الجزء التالت معانا من العلبة. وجبت هنا معاي نتيجة زي ما انتم شايفين اهو. قلت ان انا ايه اعمل فكرة بكرتونة يعني لو كرتونة برضه عادي جدا. كرتونة تكون متينة شوية. طبعا عشان طبعا الكرتونة بتاعت النتيجة دي بتبقى متينة شوية. معاني اللي معايا دي ضعيفة جدا سرمي في الزباية للصراحة. بس انا كنت شايلها قلت برضو ممكن اعوزها بالفكرة. وهنا طبعا معايا بنتالون جنس قديم. قلت ان برضو ان انا ايه هعوزه برضو بنتالون الجنس ده مش هرميه اخد منه الحاجة الكويسة والباقي بقى رميه مش محتاجة. طبعا هنا بساوي زي ما انتم شايفين الكرتونة او بتساوي مثلا اللي بتاعت النتيجة دي اللي انتي حباها لو كرتونة متينة كويس برضو يعني هتبقى حلوة جدا. مفيش اي مشكلة. مش لازم نتيجة على فكرة. انا دي برضو ايه قلت عشان مرميهاش. اه زي ما انتم شايفين انا بالزا القماشة الجنس على الكرتونة او بتاعت النتيجة. كرتونة النتيجة مفيش اي مشكلة. نتيجة ممكن تعمليها. الكرتونة تكون متينة شوية اعملي عليها برضو ايه الفكرة اللي انا هعملها لك دلوقتي. مش لازم يعني النتيجة خالص. مش لازم. اه زي انتم شايفين. ومش لازم برضو قماش جنس. ممكن اي قماشة انتي حباها عندك. اي حاجة انتي حباها ممكن تغلفي بها عادي اوي. او ممكن برضو تجي بيه برضو الفوم وتغلفي بيه. بصوا انا بديكوا الفكرة على فكرة. انا بديكي الفكرة وانتي وزوءك يعملي. انا هنا طبعا خلاصة زي ما انتم شايفين. مش مهم الدهر ان انا اغلفه عشان كده كده انا هحطه على الحيطة. مش هي ببين. قط ان انا اغلب بس الوش اللي انا ايه هحط عليه الشكل والمنظر اللي هيبان عليه. طبعا هنا باخد الجزء اللي هو الاخير اللي هو بتاع العلب البلاستيك اللي انا عملتها الجزء الاخير منه. وهو بلزقه. بلزقه كويس قوي على الايه القماشة اللي انا هحطه. او انا بقفل الجزء ده بقفله كويس. وبقص الزيادة. او هنا انا هقص الزيادة وهسويه كويس قوي. زي ما انتم شايفين انا قفلته خالص. وبقى شكله حلوه هو. ما فيش حاجة باينة منه. طبعا هنا كان عندي الكوباية اللي انتم شايفينها دي. آآ الكوباية دي طبعا انا كانت عندي. قلت ان انا اعملها على الكوباية دي واخد المياس. ممكن تعمليه على كرتون عادي جدا على فكرة. او انا بقص الزيادة زي ما انتم شايفين اهو. مش اي ازيادات بين عندي. انا كده ده كله انا هدريه بالاسترصات وحاجات انا هحطها هدري ده كله. ما عندي كجر كوباية اللي انا عملت بها دي ما فيش اي مشكلة على فكرة. اعمليها بكرتونة بس انا كتقصادي الكوباية دي واخدتها عملت بها على طون. عشان كده استسهلت الصراحة. اعمليه على كرتونة اخديه وحطيه على كرتونة كده خدي المقاس بتاعك وتطلع حلوة جدا. بصوا هنا انا هلزقها بصوا ازاي هلزقها بالطول. ممكن انت عاست لزقيها بالعرض ما فيش اي مشكلة. انا اديتك الفكرة وانتي اعملي اللي انتي حباه. كل واحدة وزقها هتعمل لي حباه. بجد الفكرة دي هتعجبكم قوي. اه خدوا بالكم منها كويس جدا. انا هزينها. اه خلوكم بقى معيها الاخر الفيديو. وشوفوا منظرها هتطلع عاملة ازاي. بجد تطلع شكلها بجد تحفة تحفة تحفة. وليها استعمالات كتير جدا على فكرة. يعني منظم استعمالات لي كتير قوي. بص جبت استراسة زي ما انتم شايفين الاستراسة ده على فكرة على طول عندي. بحب ان انا ايه اعمله. والصراحة تمنه رخيص وبينفع في اي حاجة الصراحة. الحاجات التانية بتبقى تمانية غالية شوية. على قد ادينا. دي يعني حاجة يبقى على قد ادينا وبرضو شكلها شيك وجميلة جدا. ما نكلفش نفسنا خالص. بس هو ده كان عندي على فكرة انا كلفت والله يا جماعة. الحاجة دي كانت عندي. صح لو ما كانتش عندي انا هشتريها. وقولوك انا اشتريتها. لكن دي الحاجة دي كانت موجودة عندي. اه زي ما انتم شايفين انا بقفل خالص الكرتون اللي انا بحط عليها العلبة الشكل اللي انت شايفينه ده. طبعا بعد ما قفلناها ببانيتش خالص ان هي من علبة ولا من علبة حتى كرتون حتى. يعني مش هتبان خالص. اه زي ما انتم شايفين بصة انا بقفلها خالص. وبخلي منظرة بقى جميل بالاسترصات كده وبزينها. كل واحد حسب زقها زينيها بقى بالاسترص ده. زينيها نفستان زينيها باي شكل انت عندك ورود. حطي. يعني اللي انت حابة زيني بيه. مو مش شغل بتاعك يطلع شكله حلو كده وجميل. حتى لما تعلقها على الحيطة بشكلها حتى ممتع. شكلها حلو قوي. وطول ما انت راحة وطول ما انت جاية تقول تسلم ايدك. والله انا اللي عملت الحاجة دي. والله بقول لي نفسي. قول تسلم ايدك يا ناس. كويس بالاسترص. بسو جميلة ازاي? بسو من تحت ومن فوق ومن كله. زبطي شغل كده وزبطي حاجة كده اطلع معاك زي العصر. اهو زي ما انتوا شايفين بحط استرصي تاني اهو. اه ده شكل كان عندي برضو عمز السنسلة كده. خدته. وبرضه قلت ان انا ايه احطه في النص كده برضو هيدي شكل حلو مختلف. بالله عليكم مش محتاج لايك ده. حطوا لايك بقى. حطوا لايك. حطوا لايك يا اجمل عيلة عندنا. بجد انتوا اجمل عيلة. واجمل نعمة ربنا دهنة. ربنا يدمكو علينا نعمة يا رب. الحمد لله والشكر ليك. يعني الحمد لله والشكر ليك يا رب بجد على يعني المحبة اللي بلاقيها منكم. واللايك الجميل بلاقيه منكم. وقلونا صاح ايه رأيكم في المقدمة اه المقدمة بتاعت الفيديوهات. قلونا ايه رأيكم في التعليقات. بجد حلوة ولا وحشة. قلنا المقدمة دي حلوة لوحشة. ماشي عشان لوحشة هنشالها. قلونا حلوة ولا وحشة. او نغيرها يعني. هي عجبتنا جدا وشوفوا بقى هتعجبكم ولا لا. هي مقدمة حلوة قوي. وآآ يا رب بتاعجبكم زي ما عجبتنا. حطوا لايك بقى. حطوا لايك. حطوا لايك. بس هنا انا ممكن اقول لكم ايه? ممكن تحطوا فيها زرع. ممكن تحط فيها الميكوب بتاعك. انا بوريكي بقى الحاجة وانتي شوفي بقى انتي انتي وزوك انتي اللي انت حبي. حطي المكوى بتاعت عيالك كده. يعني حطي الميكوب حطي المكياج الكوح اللي انتي حباه. انا بقولك يا تحطي فيها زرع. يا تحطي فيها ورود. تحطي فيها شكل انت حابة. طبعا هنا هعمل لها معلقة منها او انا بجيب استرصتي كده وبعمله زي ما انتم شايفين عشان هعلقها منها. طبعا هنا بقفل باي قماشة عرفك انا مش هزم القماشة اللي في ايه دي خالص. قفلي باي قماشة. انا بقول لكم قفله باي قماشة. باي حاجة. او هعلقها منها وهوريها لكم بدلوقتي. بصوا بقت شكلها حلو جدا ومتوح فاول ما تعليت. حطوا لايك بقى ودعمونا كتير جدا واشوفكم على خير.